الوحدة السابعة يتكلم عن ميكانيكا المواقع غير اللازية بيسموها المواقع الساكنة ده باب جديد في هذا المدخل اللي هو المدخل إلى مبادئ علم الفيزياء طبعاً هذه الوحدة السابعة هنأخذ بعكده هنتناول برضو الوحدة التامنة المواقع المتحركة لكن هنتناول اليوم المواقع الساكنة بإذن الله بدايةً نحن نتكلم عن القوة والضغط في المواقع الساكنة سائل ساكن ما هي القوة وما هو الضغط في هذا السائل نحن معروف لنا أن المادة تتعلف من جزئات والمادة سلاس حالات المادة ممكن نقسمها إلى جامد سائل غاز وفي الحالة الرابعة البلازمة لكن عموياً هناك سلاس حالات اللي المادة الصلبة والمادة السائلة والغازية اللي هو الجامد والسائل والغاز المادة في الحالة الجامدة تحافظ على حجمها لماذا؟ سؤال تفكير نفكر ليه؟ ليه إحنا المادة في الحالة الصلبة دائماً تحاول الحفاظ على حجمها ليه؟ لأن إحنا عندنا مش إجابة السؤال السؤال ده اللي كومنتو نفكر فيه في البيت كده بينهم من نفسينا لماذا؟ لكن إحنا ممكن نقول الجامد اللي هي الحالة الصلبة عبارة عن حاجة إياه لها حجم سابت ولها شكل سابت المادة الصلبة اللي أنت لو ألقيت نظرك عينك كده على أي حالة صلبة حواليك تمام؟ جهاز الكمبيوتر أو دايماً نجد أنه ده لها حجم سابت وشكل سابت ما بيتغيرش طب والسائل السائل حجم سابت حجم سابت 100 ملي لتر 50 لكن حجم سابت لكن ما للشكل الشكل متغير يأخذ شكل الإناء يأخذ شكل إيه؟ الإناء الغاز لا حجم ولا شكل سابت لحجم الغاز بيأخذ أي شكل وبيأخذ أي حج تمام؟ ده ده الفرق بين الثلاث حالات الماعة في حالة السكون لا توجد حركة نسبية بين طبقاته المختلفة وبالتالي احنا تكلمنا عن حضار السرعة في الوحدة أو في جزء بتاع اللزوجة وقلنا مدام لا توجد حركة نسبية يبقى حضار السرعة كان سفر ونتيجة لذلك بيكون إجهاد القص برضو سفر ومهما كبرت لزوجة الماء والقوة العاملة على الماء هي قوة ضغط فقط وقوة إيه؟ الضغط القوة العاملة على الماء الساكن هي قوة إيه؟ الضغط مهما كبرت لزوجة الماء مصطلح الضغط يستخدم في الماء للدلالة على قوة الماء سواء كان متحركا أو ساكنا وهو يقع متساويا في جميع الأجهات على نقطة الماء الساكن حيث أن هنا البي إكس بي إندكس إكس هتساوي البي واي هتساوي بي زد وبالتالي الضغط عند النقطة إكس هو نفس الضغط عند النقطة واي هو نفس الضغط عند النقطة زد يبدأ الضغط قوة السائل أو قوة الدغط سواء بدأ بيعبر عن قوة السائل سواء كان السائل متحرك أو ساكن وهو متساوي في جميع الجهات على أي نقطة في الماء الساكن طبعا الضغط ليس الضغط عند النقطة إكس أو النقطة واي أو النقطة زد ولكن الضغط في اتجاه إكس أو في اتجاه واي أو في اتجاه زد لو إن ممكن أن يؤثر الجسم السلب على سطح الماء بقوة ويكون اتجاه القوة في جميع الاتجاهات بينما القوة التي يؤثر بها السائل على سطح الماء اللي هو الإناء الذي يحويه أو جسم مغمور فيه لابد أن تكون قوة عمودية يعني أنا عندي هنا في قوة عمودية أهي قوة بيأثر بها السائل على الإناء المغمور فيه أو الجسم المغمور فيه وهذه قوة عمودية وهذه هنا في قوة عمودية وهنا في قوة عمودية أهي يعني هناك قوة عمودية بيؤثر بها السائل من كل جهات على كل جهات لهذا الجسم المغمور في السائل وكذلك هناك قوة من السائل بيؤثر بها السائل على سطح الماء تمام السائل ده اهو بيؤثر بقوة على جدار الإناء اهو دي كل قوة عمودية وبالتالي من الأفضل وصف هذه القوة المؤسرة في حالة السائل بفكرة الضغط والضغط هو مقدار القوة المؤسرة عموديا على وحدة المساحات من السطح وبالتالي ده الدغط مشابه لإيه اهنا بسمع بعض الناس بتقول اه مشابه للإجهاد صح لأن الإجهاد اللي خدناه في المرونة هو نفسه كلمة الدغط قوة على مساح والضغط برضو قوة على مساح يبقى الدغط بساوي قوة على مساح ووحدة الدغط ايه نيوتن لكل متى مربع يبقى نيوتن اهو ونكتبه طريقة دي نيوتن واتنين من فوقر تمام او باسكال واختصار النيوتن 100 مربع ووحدة الدغط هي الباسكال او نيوتن لكل متى مربع في النظام العالمي لوحدات شكرا لكم